اشتركوا في القناة اذا كنا شفنا بالملح في الاول والتاني اساسيات البرنامج وكيفية ادخال مجموعة الانشطة والانشطة السابقة والمدد الزمنية وبالتالي الحصول على مخطط قانت والحصول على مدة المشروع هلا راح نتابع باول شي بشغلتين ثلاثة حول الانشطة اول شي راح نشوف راح نشوف كيف نضيف نحن بعض المعلومات الاضافية لالانشطة اول شي راح نشوف يعني البوابة العامة اللي احنا شفناها شوية لكن راح نراجعها شوية لتقريبا اغلب الشغل بتتم عليها هلا هي بتتم من خلال نساوي ضبلي كليك لحنا على اي نشاط بتطلع لي هالنافذة هي هالديالك بوكس راح نكون فيها كتير شغلات هلا اول شي البوابة الاولى اسمها جنرال راح نكون بقلبه نقاط الاساسية اسم النشاط والمدة الزمنية تبعيته نحن فينا نغيرها من هون طبعا فينا نغير كل شي من خلال نابزة هاي راح نكون في عندي تاريخ البداية تاريخ بداية هذا النشاط وبيحسب لي تاريخ البداية تاريخ النهاية يعني بناء على المدة الزمنية اللي حطيناها فوق طبعا حطينا يومين بشوف الكالندر بيحسب يومين عمل طبعا ما بيحسبوا الايام اللي ما فينا نشغل فيها هلا البوابة التانية فيها اسمها بري دي سيسور بري دي سيسور راح نكون فيها مجموعة يعني من الانشطة التي تسبق هذا النشاط الحالي وبيمختلف انواع العلاقات الفينش وستار 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 وفينش وفينش معلاق ومعليد هلا البوابة التالتي راح نعالج لاحقا وقت نشتغل على الموارد بدي احكي شوية على البوابة الرابعة النوت فينا نكتب شو ما بنا هون نص حر بالعرض بالنشاط هام ويجب عدم التسرع يعني فينا حط الملاحظة وديها اوكي طوع من الانجليزي او الفرنسي او بالعربي الى اخري حط الملاحظة اوكي طعب الشارع شو حط اللي هون حط اللي هال شايفينها الشغل السطرة اللي هون نحطوطها هاي الهنت النوت انه هازا النشاط هام ويجب عدم التسرع به الشارع حطي تهنيك حط اللي اياها بتبين معيك اظهار هون وهون مباشرة اذا هاي نوع من الهنت او جوع من المساعدة او نوع من الملاحظة اللي ممكن نحطها على اي نشاط هلا مسلا فينا حط عال راح حط الملاحظة التالية نوع من الملاحظة انترفيو ايت بيرسونز the interview duration is 30 minutes. لحظة كيف ظهرت كمان. مباشرة العادة عم نشوف النشاط في اخطة تفاصيل مباشرة منهم. اذا هاي اول شي النوت. هلا بدنا نساوي انضيف hyperlink. اذا فينا انضيف احنا شو ما بدنا لنشاط معين من خلال hyperlink. رح نجي نرجع على النشاط الاول. نعمل له double flick. هلأ هل hyperlink بيجي من من هون. اذا من هل اه insert object. نقر عليها. هلأ بقل لي بقل له create from file. اذا احنا عمنا ننشط هون. اذا بعلم له على link هون. ولا هون بيجيب له براوس. وهو يروح نقق لي من اي مكان. لنقق لي انا اا ملف. مسلا نجي نقق. راح نقلي هون. اي ملف انا حطيته هي. ممكن يكون. شو الملف اللي ممكن يحطه بها بها بحان مسلا. ممكن يحط الاحنا الاستمارة. التمع اللي يعني الاستمارة اللي بدي استخدمها بعملية المقابلة اا مجموعة لازم اسأله ويجاوب عليها مع كل شخص مسلا على سبيل مسال. نقول له اوكي. تلاحظوا حطر لي اياه هون. اقول له اوكي. هلا صارت موجودة. كيف نرجع كيف ننشوفها? ننقل double click على النشاط. تيجي عندي هون ملف. بعبر له double click عليه. بيفتح لي اياه. اذا صار متل نظام معلومات فين نحط انا شو ما بدي ملفاتها ها? هل هنا حطينا احنا ملف صورة. فين نحط ملف اكسل فين نحط ملف فين نحط ملف فين نحط لانترنت فين نحط بديها. اذا هاي النقطة التانية اللي كان بدي احكيي اه حول التعامل مع الانشطة. طيب. هلا هيك مكوننا هنا ازاي الجزء المتعلق بالادخال العنشطة ومرحقاتها. هلا راح ننتقل لها حتى نساوي resource management او ادارة الموارد في هذا المشروع باستخدام مايكروسوب. هلا بذكر الموارد احنا ما فينا ننهي اي نشاط من دون موارد. ازاي الموارد الى عدة اشكال متلاشتنا بالمحاضرات. الاشخاص والمواد والتجهيزات. وبتم التعامل معهم بحسب هالانواع هاي. بس كيف كيف بتم اه التعامل مع الموارد باستخدام برنامج. في صفحة خاصة بالموارد. اول شي مندخل شو هي الموارد. بعدين منخصص الموارد للانشطة. ازا ما انا راح ندخل موارد مباشرة لانشطة المشروع. اول شي مندخل شو هي الموارد المتاحة الموجودة عندي. وبعدين في صفحة عملية لكل نشاط شو هي الموارد بحاجتها من مختلف انواع الموارد. اول شي بندخل الموارد الخاصة بالاشخاص. ازا عندي ثلاثة انواع موارد بالموارد الخاصة بالاشخاص. راح نعتبر انو عندنا نحنا خمس اشخاص بيشتغلوا بهالمشروع. كيف ندخلون? راح نروح على view resource sheet. شايفينا? ازا view resource sheet. نافذة او صفحة الموارد. اقول له اوكي. طلعي له جدول. من جدول اكسل. هلا هون راح ندخل له الموارد كما يلي. ازا راح ندخل اسم الشخص. اول واحد. اه التايب تابعه. لاحظوا في عندي وورك وماتيريال. هو وورك. اوكي? هلا راح اه راح دخلي اه دخلي اه معلومات اضافية هو. دخلي maximum unit مية بالمية. ودخلي standard rates. صفر للساتا. الى اخري. هلا بدي ادخل بعض المعلومات. اول شي بتدخل. group. هون راح اعرف اه انه اه groupات. هون راح اسميه project manager. هلا standard rate راح حط بيكلفني اه standard rate. اربعين دولار بالساعة. هلا هون طبعا محطوطة هون اه الليرة اللي بنعنيه بالساعة نحنا بنغير العملة زمن format. ازا ندخل هون اه اديش ارج الساعي. ازا ازا كانت عندي بغير دولار فينا فينا غيرها هون من وحدد العملة هون ليرا سوري دولار اه يورو الى اخري. حطينا هون دولار اوكي. ازا راح اربعين دولار لسميث. بالاحوال العادية. وبالاحوال اوبر اوبر تعاني راح حطها سبتين. مين وخمسين بالمية هاي بالعادة. ندخل هاي لأول شخص. الشخص الثاني جونز. نوعه وورك. راح حطها اناليست. ورا حط انه الاجر طبعه. يعني عندي واحد. هون مية بالمية يعني عندي شخص واحد. اوكي? لو كان مسلا عندي انا حاطة عامل فيني وحطه ثلاثة عمال حطها ثلاثمية بالمية. ازا اجر العادي خمسة وتلاتين دولار بالساعة. الاجر الاوبر تايم سبع وخمسين. تالت. الان. عمل ادمن. مية بالمية عندي شخص واحد. اجره خمسة عشر دولار بالساعة واثنين وعشرين بالاوفر تايم. عندي بيكر. وورك بيكر عمله البروغرمر. اجره تلاتين بساعة وخمسة واربين واؤور تايم. عندي اخر واحد. كين. وورك. وعملو ترينر. اجره عشرين وثلاثين. هلا هيك نكون دخلنا. نحن المعنوات الاساسية للموارد بالنماط. سوف نحن المعنوات الاساسية للموارد بالنموار. ويكون اشخاص وخصوصا انه انا فيني اه يعني اه شغلهم وبادل بيناتهم راح حط سكرتاريا اوكي راح ندخل ثلاثة سكرتاريا وراح نحط نوطن سكرتاري اذا راح حط سكري العمل تابعون سكرتاري وانا عندي ثلاثة اذا راح حطها ثلاثة مية بالمية اذا هيك قدم ثلاثة مية صار عندي ثلاثة اشخاص سكرتاريا اوكي لا تنسوا نفس الشغلنا دائما بعد كن العملية ثلاثة اوكي طيب هلأ بدي انتقى الى النقطة اللي بعدها انه بدي انتقى انا الاجتب هلأ نمط الاجتب متل نمط الاشخاص هو اذا نحن فينا نستخدمها وننجدولها اوكي اذا النمطه وليس ماتيريال اوكي اذا نمطه وليس ماتيريال سوف ندخل بهالتمرين الآن ثلاثة أنواع الماتيريال كومبيوتر سوف نسميه هون حتى نميزه عن الأشخاص هون سوف نضعه رقمين عدد الكمبيوترات ثلاثة نحط هون ثلاثة مية بالمية طبعا فينا نزيدها ونقصها بها الأسهم أو نكتبه كتابة قديش بيكلفني كومبيوتر إذا أنا بدي أساوي له احتلاكه أو استأجره رح حطها بيكلفني أربعة دولار بالساعة أوبر تايم كمان أربعة دولار بالساعة هون الحقيقة ما فيهم فهم أورتايم للا بدي يكون نفس الكلفة بالضبط إذن هاي أول واحد الثاني إذن وور كمان وبي آر نمط برنتر وعندي طابعتين رح حط ميتين بالمية هذيش رح تكلفني الساعة اثنين دولار واثنين دولار بأحوال وآخر نمط من موارد الموارد عندي سكانر وورك وعندي سكانرين من موارد سكانر سكانر ثانين ويكلفني اثنين دولار بالساعة نحفظ شغلنا إذن هايك ندخلنا الموارد من موارد سكانرين هلأ رح ندخل النمط الثالث من الموارد الهو الماتيريال الماتيريال هي المواد اللي رح نستخدمها بشكل عام هون تختلف طريقة المعاملة تبعيتها عن التجهيزات والاشخاص راح ندخل المواد التالية راح يكون عندي CD هون النمط طبعه راح نغيره راح حطه Material ندخل المواد التالية سنضع المواد التالية سنضع المواد التالية لا يوجد المواد التالية ولكن صار عندي ادي السعر سعر القطاع اذا نضع الحطه 1 دولار ثاني دي بي دي من نمط والكلفة خمسة دولار. طبعا هون الكلفة للقطعة الوحدة. واخر شي عندي ورق تايب الكلفة عشرة دولار. نحن نحكي لاحظوا هلا اذا اجيد كتب في الماكسيمون يونت ما اعطيني اتاحها للكتابة او للتغيير. اوكي. اذا ما في اتاحة للكتابة والتغيير. طيب. هلا هيك نكون نهاينا. موضوع ادخال المواد والتجهيزات والاشخاص. لذلك كابة انواع المواد. هلا في بعض الاحيان وخصوصا بالنسبة للاشخاص. ممكن يكون فيه الكلندر مختلف. يعني اوقات الشغل تبع الناس مختلف. وخصوصا موضوع الاجازات. انا هون بيعطيني امكانية انه انا حط الكلندر. عدل الكلندر لمجموعة ريسورس. هلا بدنا نعتبر رح ناخد مثال انه نحنا جونز عيد ميدادو تسعة افريل. تسعة اربعة. وبهالتالي بهاليوم ما رح يجعد عالشهر. بقى كي بنعدل احنا لجونز? يوم تسعة افريل انه هو غايب. هو عجازة. هو ما بيداوم. اوكي? ازان هاي اول تمري. هلا العملية. بتتم بكل بساطة. بروه على جونز. بلنو ارضبلي في الكالي. يفتح لي نافذة. اسمها. ريسورس انفورميشن. قريبا نوعا ما. هنيكة التاسك انفورميشن. هون عنديها. ريسورس انفورميشن. رح نجح على البوابل. ازان البوابل الاولى اسم جونز. العنوات اللي دخلناها نحنا. الحقيقة. بوابة التانية الوركينج تايم. هلأ بيجي انا. تسعة افريل. هلأ هون عنديها جانواري. افريل. هاي تسعة افريل. بيكون نهار اربعة. انا هاليوم هذا. بالنسبة لجونز مانو افيلابل. بحط. لاحظوا كيف صار. ازان. حط لي خط تحت التسعة. وسواها رمادية. بحط له اوكي. هلأ دغري حسبه انه هو ما رح يداوم. اي وقت ردي انا خصص مبارد بهاليوم هذا ما رح يشتغل في جونز. هلأ. بيكر. مبرمج. والمبرمجين كتير قلال. اه هو. يعني اه من منطق. انه هو في ندرة. اه اختصاصه. هو فارد انه امتى بيقدر يجي على الدوام امتى بروح. بقى بيكر بيجي على الدوام ساعة عشرة. مو متل الناس ساعة ثمانة ونوص. وبتناول الغداء من ثنتين للثلاثة. وبيتم للسبعة المساء. وهيك منتفع مع مدير المشروع. ازان بيجي الساعة عشرة. الصباحة الغداء من ثنتين للثلاثة. وبيضل الساعة سبعة المساء. بقى بنا عدل احنا هالاوقات لا بيكر. نجي على البيكر. ضبلي كليك عليه. هاي الواركينج تايم. بيجي انا. بعلم كل شيء ايام عمل. وبيجي هون. بدال ثمانة ونص رح حط عشرة. لا. قلنا ل. اه. من عشرة للثنتين. اذا ان للثنتين. وبيعدين من الثنتين للثلاثة. بيرجع الثلاثة. ويتم للسبعة المساء. اذا. بيجي بداون من عشرة للثنتين. بعدين من الثلاثة للسبعة. هاي الابقات اللي بداون فيها. ونحط اوكي. اذا علمنا على اي شيء محل تاني. كلهم هلو تعدلو. بيكر صار دائما من عشرة للثنتين من الثلاثة للسبعة. ونحط له اوكي. وهكذا. اذا نلاحظ ان احنا فينا نجي. وخصوصا بالمشاريع الصغيرة. وكون عندي اعداد صغيرة من الناس. وانا فيني خصص وشوف. كل واحد شو الابقات اللي تبعيته. شو الكنسران تبعيته. واجي يدخلون انا عندي هون. هلا. في عنا امكانية احنا نضيف موارد معلومات. حول اي مورد. معلومات قيمة حول اي مورد. من خلال مفهوم النوت. اللي شفناها من شوي على الانشطة. راح نشوف التمرين الصغير. اذا راح نضيف لحنا. معلومات حول اه. سميث. هاي سميث. نجي عن سميث. في عندي نوتس هون. اذا في عندي بوابة نوتس. وفيني احط انا المعلومة بديها. مسلا هون انا راح احط. سميث. 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 when he is absent Jones will take . . . . . . . . الملاحظة بدنا يعني كل يعرف هاي الملاحظة. مثلا المدير رح يغيب مدة اسبوع وعين مين رح يكون نائبه خلال هالفترة ينوب عنده. نكتب هالعبارة هون بالملاحظات ونحط اوكي. لاحظوا يطلع عندي كمان هيك متل هيك ورقة صفراء. اذا قربنا عليها الفارة رح يطلع عنا الملاحظة لا اي واحد يحطها الفارة رح يطلع عنده الملاحظة اللي كتبناها من شوي. اوكي. طيب اذا هذا رح يكون هلا الجزء الاول اه الجزء التالت رح نوقف فيه هون عند ادخال مجموعة الموارد. بجزء الرابع اه والاخير رح نشوف كيم نساوي لهذه الموارد. اوكي. اذا لا تنسوا دائما تحفظوا اهل المشروع تبعها. رح نوقف هون بهال ملف وراح نتقل بعدها للملف الرابع اللي رح يحكي عن كيف نخصص احنا الموارد بمختلف انواعها على انشطة المشروع. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة